حليمة قارة احفظوا هذا الاسم جيدا قالها السيد حسن نصر الله واضعا خريطة طريق المعركة بعنوانها العريض التنسيق العلني هناك الحدود اللبنانية السويرية مرسمة وبالتالي على المرتفع فوق في جزء من المرتفع هو أرض لبنانية وجزء من المرتفع هو أرض سويرية هلأ حلوها هذا التنحل حصار تنظيم الدولة في مساحة 60 كم مربعا تفصيلها الحدود اللبنانية السورية والطلعات الجوية والقصف المدفعي تحتم التنسيق بحده الأدنى بين الجانبين هذه التلة حليمة قارة نعم هناك مسألة مختصة بالميدان أن على المقاومة الجيش السوري أن يحررها لكي يستطيع الجيش اللبناني أن يحرر آخر 20 كم هذه المعركة جاءة بظرف مرفي سوريا ظرف سياسي مختلف وظرف ميداني مختلف أثر على توقيت هذه المعركة هذا التوقيت مفاعله حتكون بالسياسي أكبر هي في مرحلة الآن حكومة السورية تحاول أن تحصل شرعية وتثبيت هذه الشرعية لذا أتى ما يعرف في مسألة التنصيق اللي هو يحاول الأمريكيين يقول أنه لا شرعية لهذه الدولة يحاول يدفع أن الجيش اللبناني والحكومة لمسألة عدم التنصيق بيان السفارة الأمريكية وبيان السفارة البطرانية جعل أن السيد يرد على هذا الموضوع ويقول أكد المؤكد نعم في غرفة عمليات موحدة نعم هناك تنصيق بحكم الأمر الواقع هي عمليا رد على الضغوطات الأمريكية التي تحاول تفشل أي تنصيق جدي وعلني بين الحكومة السورية والحكومة اللبنانية نفت قيادة الجيش التنصيق مع حزب الله والجيش السوري إلا أن السيد حسن نصر الله أنصف المقاومين كاشفا عن تحريرهم 20 كم مربعا من الأراضي اللبنانية في معركة فجر الجرود اللي بده يعرف جغرافيا وين بالظبط بيضع روح الخريطة داخل الأرض اللبنانية قلعة الحصن قلعة يونين باتجاه معبر الزمراني عمليا بعد ما بدأ الحزب بمعركة جرود عرسال كان مخطط عنده تحرير كامل الجرود هذه المسألة جعلت من الأمريكيين أنه حاولوا يضغطوا على الجيش اللبناني بتأجيل المعركة لمدة لعشرات الأيام لكن عندما علموا أن الحزب سوف يكمل جرود رأس بعلبك وجرود القاع اضطروا يصلوا لها الصيغة أنه هناك معركة من الجانب اللبناني يغضون النظر عن معركة من الجانب السوري ويدغطوا في السياسة والإعلام لكي يقولوا أن كل معركة مختلفة عن التانية التنسيق مع النظام السوري ملف خلافي لن يطرح على طاولة مجلس الوزراء درءا لتطيير الحكومة لذلك ترجح المعلومات إرسال رئيس الجمهورية مبعوثا رئاسيا للتنسيق مع الدولة السورية وإخراج الجيش اللبناني من التجاذبات السياسية نائيا بنفسه عن تلك الانقسامات واضعا نصب الأعين تطهير الأراضي اللبنانية كلها من الإرهاب والتكفيريين رواند أبو خزام قناة الجديد